يسألونك عن الساعة أيام مرساها ساعة الحرية وإسقاط النظام فهنا لا تبدو الجموع مكترثة من دروس النظام الأمنية في القمع والهجوم على المدن لتزيد من حضورها اليومي في الشهر الفضيل متحدية الوحشية والقمع الذي يتبعه النظام حلب بأحيائها وريفها تنطرق مساء بعد صلاة الترويح لكسر حاجز الصند أما إدلب التواقة لإسقاط النظام كانت على موعد مع مظاهرة ضخمة جابت المدينة حيث ردد المشاركون خلالها شعارات الفداء لحمى والمدن السورية ولم يكن ريف إدلب الخضراء المحاصر من قبل الأمن والشبيحة غائبا عن المظاهرات بل أمطر سوريا بصيحات الحرية في كل من سراقب وبنش وجبل الزاوية وخنشخون وغيرها ورغم الحصار الذي تتعرض له حما فإن ريفها لم يستسلم لآلة النظام القمعية فهذه كفرزيتة التي رسمت لوحة أمس تندد بجرائم الأسد وتتوعد باسترداد الحرية باب اسباع وتلكلخ في محافظة حمص كانوا حاضرين أيضا في ملحمة الحرية للمطالبة بالحرية واستكمال درب النظال بعد أن نكل النظام بأبناء مدينتهم وسفك دماءهم فيما كان حي البستان السمك في اللذيقية على موعد للتنديد بجرائم النظام دمشق وريفها وحوران والمناطق الشرقية كلها لم تنس حم مات الدم والمجازر التي يرتكبها النظام فاستمرت في الخروج ليلا نصرة لمحافظتي حما وذير الزور فيما تستمر جرائم النظام بأربعة عقود بحق المواطنين لملاقات شهب الحرية التي بدأت تشعو في سماء البلاد ترجمة نانسي قنقر